هنتكلم على المركاتو عرف طبعا الخبر اليوم ومنمبرح بالليل يمكن الخبر كان عندنا ولكن لم يتم الاعلان عنه بشكل رسمي رحيل نجم النادي الاهلي السابق بقى محمد شريف هدافه السابق محمد شريف لفريق الخليج السعودي في صفقة اعتقد ان الجميع الاطراف فيها حاول مكاسب كبيرة جدا سواء شريف نفسه اللي بياخد تجربة احتراف خارجي نتمنى له فيها طبعا كل التوفيق سواء النادي الاهلي اللي تقاض مقابل مالي اعتقد في الظل طبعا معطيات عقد شريف انه متبقي ليه سنة واحدة وكان يحق التوقيع ليه لأي نادي تاني في يناير المقبل فاعتقد انه الاهلي كمان استفاد والخليج بالتأكيد الاستفاد باستقدام مهاجم مميز جدا مشواره ارقامه مع الاهلي حتى في الفترات اللي الناس شافت انه شريف ما ظهرش بحالته او في الفورمة العالية اللي كان ظهر عليها في مواسم قبل كده مع النادي الاهلي كان شريف مؤثر جدا جدا وارقامه هي اللي بتأكد على المعنى ده في النهاية شريف خرج ايضا من الباب الكبير والاهلي دايما الحقيقة يمكن بمواقف كتير ومع تجارب كتير اثبت انه ما بيقفش ابدا امام مصلحة ولاده اذا كان عندهم رغبة في ان هم يخودوا تجربة الاهم بالنسبة لهم هو ازاي ده يحصل وده تكرر مع حمدي وشوفنا كمان بيتكرر مع شريف